موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية التي نشرت مقالا بعنوان هل يمكن أن تحدث انتكاسات لسوريا الأسد في ساحات المعارك؟ حيث ترى الصحيفة بأن الزيادة مفاجأة في التنسيق بين خصوم بشار الأسد الإقليميين وعلامات على الشقاق داخل صفوفه تثير تساؤلا من جديد حول ما إذا كان سيضطر إلى تقديم تنازلات للبقاء في السلطة وأشارت الصحيفة إلى أن نظام الأسد وبعد تشبثه بالسلطة أربع سنوات في ظل انتفاضة مسلحة يواجه سلسلة من الانتكاسات في أرض المعركة والتي يمكن أن تفرض ضغوطا جديدا على تماسكه الداخلية وفي حين أنه لا يوجد مؤشرات بعد على أن الأسد يخطط ليلقي باستراتيجيته المتشددة ضد المعارضة المسلحة فإن سلسلة من التقارير الأخيرة التي تحدثت عن عمليات قتل واختفاء مريبة تشير إلى وجود توترات محتملة تتطور داخل نظامه ويقول بعض المراقبين إنه لو استمر اتجاه نجاحات المعارضة مما يفرض ضغوطا أكبر على الجيش السوري المنهك بالفعل فإن تلك التوترات الداخلية التي يجري الحديث عنها ربما تضغط على النظام ليدرس في النهاية التسوية التفاوضية ونسبت الصحيفة إلى روبرت فورد الخبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن والسفير الأمريكي السانو في سوريا قوله إن الحسابات تتعلق بخفض الخسائر وتمسك بمنطقة رئيسية تدعم النظام وأضاف أن تطور الأحداث سيدفع في قضون أشهر بعناصر مختلفة داخل النظام إلى البدء في تفكير فيما إذا كانت وجودها على الأرض معقولا أو أن عليها البدء في التفاوض على اتفاق ما في صالح النظام بينما يبقى لديهم بعض المزايا النسبية فيما يتعلق بالسيطرة على بعض المناطق المأهولة بسكان والقوة الجوية وأشارت الصحيفة إلى ما يقوله المحللون والدبلوماسيون الإقليميون بأن تراجع النظام السوري في إدلب والجنوب يرجع جزئيا إلى أن أعداءه الإقليميين ولسيما السعودية وتركيا وقطر والأردن يتفقون على الحاجة لتوحيد فصائل المعارضة للإطاحة بالأسد ونسبت إلى دبلوماسي غربي مقيم بالشرق الأوسط القول إنه في السابق كان هناك أربع قوى تحارب بعضها البعض وهي جبهة النصرة وداعش والمعارضة المعتدلة والنظام أما الآن يواجه الجميع النظام وقد غير هذا الأمر برمته وكان مفاجئا بشدة نشرت صحيفة الجارديان مقالا بعنوان الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالسجن عشرين عاما في قضية قتل المتظاهرين وتقول الجارديان إن ما حدث خلال تلك المظاهرات لا يزال غامضا ولكن الواضح هو أن المحاكمة هي جزء من حملة يشنها النظام الجديد في مصر ضد مرسي وأنصاره في حين أنه لم يحاكم الذين ارتكبوا اعتداءات في الصف المعارض لمرسي وتضيف الصحيفة أن النظام اعتقل جل قادة جماعة الإخوان المسلمون ولم يكتفي بذلك بل إنه استهدف منظمات المجتمع المدني أيضا فمنعها وضع الإعلام تحت سيطرتها وسجن الصحافيين والمعارضين بمن فيهم الذين دعموا الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام الفين وثلاثة عشر وترى الجاردين أن مصر في عهد السيسي أصبح الدكتاتورية أسوأ مما كانت عليه في عهد حسني مبارك وتحول فيها الربيع العربي إلى كابوس عربي وعلى رغم من ذلك تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تواصلوا علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع النظام المصري وتختم الصحيفة بالقول إن الحقيقة هي أن حكومة منتخبة ديمقراطية غزلت بالقوة ولا ينبغي للولايات المتحدة والدول الغربية الموافقة على ذلك ونشرت صحيفة فاينينشل تايمز مقالا بعنوان ساعة من أوروبا لمناقشة أزمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وإتحدث المقال عن اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط وكيفية التعامل معها وتقول الفاينينشل تايمز إنه على دول الاتحاد الأوروبي وضع خطة قوية وفعالة لوقف هذه المأساة الإنسانية وتشير الصحيفة إلى انقسام في تصور القادة الأوروبيين لطبيعة هذه الخطة وكيفية تنفيذها إذ يرى البعض استئناف عمليات البحث والإنقاذ للتقليل من عدد الغرقة بينما يرى آخرون أن هذه العملية من شأنها أن تشجع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم في البحر وتضيف الصحيفة أن استهداف المهاربين في عمليات عسكرية طرح يلقى ترحيبا من الجميع إذ أن الاتحاد الأوروبي حقق نجاحا في عمليات مشابهة ضد القراصن الصوماليين باعتقالهم وتدمير بواخرهم ولكن الفاينينشل تايمز تنبه إلى أن هذه العمليات لا ينبغي أن تكون الأسلوب الوحيد في التعامل مع الأزمة كما أن نتائجها تستغرق وقتا وتضيف أن ظاهرة تدفق المهاجرين من أفريقيا وشرق الأوسط إلى أوروبا ستتواصل أعواما وتتطلب حلولا عميقة لابد للقادة الأوروبيين بإيجادها صحيفة السياسة الكويتية نشرت مقالة للمبعوث الدولي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بعنوان أقل ما يمكننا القيام به من أجل سوريا أبرز فيه أنه لم يعد بمقدور المجتمع الدولي وقف الحرب الدائرة في سوريا وضع حد للمعاناة هناك مبينا أن بعض الأطراف أصبح غير راغب في بذل أي مجهود بهذا الشأن ورأى كاتب المقال أن العالم استغرق وقتا طويلا نسبيا للاستيقاظ والانتباه لما يسببه داعش للسلام العالمي من مخاطر وبعد أن شدد على أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى ما هو أكثر من عملية قصف مضادة حتى يتوقف هذا التنظيم عن ممارسة عمليات البطش والتدمير التي يمارسها في سوريا والعراق أكد الكاتب أن هناك حاجة ملحة إلى إصدار قرار شامل وعاجل لوقف الصراع الدائر منوها إلى أن مثل هذا القرار لن يكون ممكنا إلا إذا تعاونت الأطراف الرئيسية المعنية وهي إيران والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركية مع المجتمع الدولي في توليد الرغبة السياسية للعمل المشترك ودعا الإبراهيمي في نهاية مقاله الناس في مختلف أنحاء العالم إلى ممارسة الضغوط الكافية على حكوماتها حتى تمد أيدي المساعدة للاجئين السوريين وتوفير الأماكن الكافية لإوائهم مؤكدا أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لهم صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لحمزة المصطفى تحت عنوان أبعد من مخيم اليرموك رأى فيه الكاتب أن ما يجري أخيرا في مخيم اليرموك كان مخالفا لتوقعات وأوضح أنه بعد سيطرته على المخيم وتصفية خصومه هناك سحب تنظيم الدولة عائدا إلى مربعه الأمني في حي الحجر الأسود وسلم الحواجز والمقارات لجبهة النصرى وحركة أحرار الشام وهما فصيلان عدوان له يصنفهما مرتدين ويقاتلهما ويفجر مقاراتهما في مناطق مختلفة من سوريا لافتا إلى أن هذا الأمر قد أثار الزوبع من التفسيرات والتحليلات عن مغزى الخطوة وأهدافها ولا سيما أنها خلطت الأوراق وتصنيفات الأعداء والأصدقاء وأفرزت تحالفات جديدة غير مألوفة وبين الكاتب وبين الكاتب أن تنظيم الدولة أقحم مخيم اليرموك من الحجر الأسود بتسهيل ودعم من جبهة النصرى التي منعت بدورها الفصائل الأخرى من مساندة أكناف بيت المقدس لتصدي له مبرزا أن هذا الأمر يقود إلى التساؤل الأهم عن مغزى سلوك النصرى التي عانت قبل غيرها من اعتداء تنظيم الدولة في الشمال والشمال الشرقي ويقودنا تقديم إجابة وافية ومنطقية عن التساؤل السابق إلى توسيع الرؤية خارج المخيم والذي تحول إلى الساحة للتنافس والصراع على النفوذ بين القوى المسلحة في محيط دمشق وخلص الكاتب إلى أن مخيم اليرموك المنكوب قد وقع ضحية استهتار الفصائل السورية ولا مسؤوليتها واندفاعها إلى السلطة والتفرد بالحكم في منطق حولتها برميل النظام إلى أنقاض في مناطق حولتها برميل النظام إلى أنقاض وشردت سكانها وحرمت من تبقى منهم من أدنى مقومات الخيات مشددا على أن المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق الفصائل المسلحة كونها تجاهلت معاناة الأهالي وركزت على التنافس على كعكة فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع نطالع في صحيفة النهار اللبنانية مقالا لروزنا أبو منصف تحت عنوان رياح العاصفة اليمنية تلفح النظام السوري نحو التقاء أمريكي خليجي لغير مصلحة الأسد أشارت فيه إلى أنه على رغم أن أزمة اليمن وتطوراتها طغت على الاهتمام منذ ثلاثة أسابيع وتقدمت تطورات الأزمة السورية التي باتت والتي بات يرى متابعها أنها تبتعد عن أي أفق لحل قريب على رغم المآسر التي يعاني منها الشعب السوري كما دول جوار سوريا أيضا فإن هذه الأخيرة بقيت في مناقشات الكواليس الأقليمية والدولية جنبا إلى جنب مع الموضوع اليمني من زاويتين على الأقل وأوضحت أن إحداهما هي مسألة المهاجرين السوريين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الهرب عبر البحر والتي باتت تشكل إحراجا لدول عدة من الباب الإنساني على الأقل على الرغم أن هذا الإحراج ليس كافيا لأن يضغط من أجل إيجاد حله للأزمة السورية قريبا والزاوية الثانية هي ما تنقلته مصادر سياسية عن دبلوماسيين أقليميين استتباعا لما فجرته أزمة اليمن من صراع مكشوف في المنطقة بين محورين عربي وإيراني وفقا لهذه المصادر تضيف الكاتبة فإن ارتياحا أكبر لأفق الوضع السوري لحى في ظل هذا الصراع بناء على جملة معطيات قد يكون أهمها أن المعلومات المتواترة عن المواقف الدولية في شأن سوريا تظهر وتظهر أن الولايات المتحدة والدول الخليج العربي وتركيا باتت أقرب إلى أن تكون جميعها على الصفحة نفسها في رؤية آفاق الوضع السوري التي تتمثل في الاقتناع بأن بشار الأسد لا يمكن أن يشكل جزءا من مستقبل سوريا وليس هو الاحتمال الممكن لرئاسة أو قيادة عملية الانتقال السياسي فيها صحيفة صباح التركية نشرت مقالا ليوكسل أيطوغ بعنوان الرئيس الذي يحب ويقرأ الشعر يقول فيه الكاتب منذ نعومة الظافير وأنا أؤمن بأن الشخص الذي يكتب الشعر ويلقيه ويحبه لا يمكن أن يلحق الضرر بالناس لعلكم تحبون الرئيس أردغان أو تنفرون من هويته السياسية فصوت هذا الرجل عندما يلقي أبيات الشعر تشعر أنه يخاطب أحشائك من الداخل ولا تستطيع أن لا تتأثر بقوة صوته الذي يدخل أعماق الإنسان عندما أسمع شعر الدعاء الذي كتبه الشعر الكبير عارف نهاد آغا بصوت الرئيس رجب طيب أردغان أنسى تماما هوية هذا الرجل السياسية فعندما يردد البيت الذي يقول فيه هل سمعت صوت الشهداء أشعر كأن نارا تلتهمني من الداخل ويزداد حبي وتعلقي بهذا الوطن الذي سقيت كل ذرة من ترابه بدماء الشهداء والذي يزيد من تعلقي وتأثري بصوت رجب طيب أردغان هو أن هذا الرجل نزل ضيفا لزنازين الوصائيين في الماضي لمدة عشرة أشهر بسبب إلقائه أبياتا من شعر يمجد الأتراك وتضحياتهم خلال معارك الاستقلال والشرف وفي هذا الصدد أود أن أذكر الجميع وأسألهم هل لكم أن تعطوني اسم شاعر تركي لم يتعرض للضغوطات ولم تحرق مدوناته ولم يزجوا به في سجون الظلام أو لم يقوموا بنفيه إلى الخارج فإذا كان الأمر كذلك تعالوا جميعا لندافع عن الرئيس الذي أحب الشعر وبذل في سبيله عشرة أشهر من عمره في ظلمات السجون وإن أدعى توجهاتنا السياسية جانبا كي نعيش رذة الشعر من صوت رجب طيب أردغان وكالة أنباء الأناضول نشرت موضوعا لعلاء وليد بعنوان سوري يكتب رسالة ودعية مؤثرة قبل غرقه في المتوسط حيث تداول ناشطون سوريون على شبكات التواصل الاجتماعي نص رسالة قالوا إنها وجدت في جيب أحد اللاجئين السوريين الذين انتشلت جثثهم بعد غرق مركبهم الذي كان يحوي المئات من المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلتهم للوصول إلى الشواطئ الأوروبية نطلع الأسبوع الجاري وجاء في نص الرسالة أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك يقصد أوروبا كما لن أتمكن من إرسال المبالغ التي استدنتها لكي أدفع أجر الرحلة لا تحزن يا أمي إن لم يجد جثتي فماذا ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء أنا آسف يا أمي لأن الحرب حلت وكان لابد لي أن أسافر كغيري من البشر مع العلم أن أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين كما تعلمين كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء للكولون لك وثمن تصليح أسنانك بالمناسبة لون أسناني الآن أخضر بسبب الطحالب العالقة فيه ومع ذلك هي أجمل من أسنان الدكتاتور في إشارة إلى بشار الأسد وأنا آسف يا حبيبتي لأنني بنيت لك بيتا من الوهم كوخا خشبيا جميلا كما كنا نشاهده في الأفلام كوخا فقيرا بعيدا عن البراميل المتفجرة وبعيدا عن الطائفية والانتماءات العرقية وشائعات الجيران عنه أنا آسف يا أخي لأنني لن أستطيع إرسال الخمسين يورو التي وعدتك بإرسالها لك شهريا لترفها عن نفسك قبل التخرج أنا آسف يا أختي لأنني لن أرسل لك الهاتف الحديث الذي يحوي الواي فاي خدمة الأنترنت اللاسلكي أسوة بصديقتك ميسورة الحال أنا آسف يا منزل الجميل لأنني لن أعلق معطفي خلف الباب أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين فأنا لأعرف اسم البحر الذي غلقت فيه اطمئني يا دائرة اللجوء فأنا لن أكون حملا ثقيلا عليك شكرا لك أيها البحر الذي استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر شكرا للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن ديني ولانتماء السياسي شكرا لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لمدة خمس دقائق كل ساعة لمدة دقيقتين لمدة يومين شكرا لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما ستسمعون الخبر أنا آسف لأني غلقت ولم يتسنى لمراسل الأناضول التأكد من صحة الرسالة من مصدر مستقل وفيما إذا كانت حقيقة حقيقة أم أنها محاولة لجذب الأنظار حول المأساة التي يعاني منها اللاجئون سوريون الفارونة من الصراع المستمر في بلادهم منذ أكثر من أربع سنوات وأودى لمقتل أكثر من مائتين وعشرين ألف شخص ونزوح ولجوء أكثر من عشرة ملايين سوري داخل وخارج بلادهم بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على أمل لقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة